السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أطفالي؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة ترسل الثالث عشر في الرياضيات وهو التعرف على مفهوم تحت وفوق لنتعرف معا ماذا يوجد في هذه الصورة يا ترى؟ يوجد قط جميل وطفل صغير أين يوجد القط؟ فوق الطاولة أحسنتم والطفل الصغير أين يوجد؟ تحت الطاولة ممتاز في هذه الصورة يا أحبابي لدينا كرة جميلة فوق الطاولة كرة فوق الطاولة ممتاز وهنا يا أحبابي ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ هناك فأر تحت الطاولة وفأر آخر تحت الكرسي حسنتم تحت الطاولة يوجد فأر وفي الصورة الأخرى تحت الكرسي يوجد فأر وهنا أيضا يوجد إناء تحت الطاولة والآخر تحت الكرسي حسنتم إناء تحت الطاولة وإناء آخر تحت الكرسي وهنا أيضا لدينا دب تحت الطاولة ودب آخر تحت الكرسي ممتاز لنتعرف جيدا على مفهوم تحت ممتاز الدب تحت الطاولة والدب الآخر تحت الكرسي وهنا لنتعرف أكثر على مفهوم فوقه ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد فأر فوق الطاولة والفأر الآخر فوق الكرسي وهنا أيضا لدينا إناء فوق الطاولة وإناء آخر فوق الكرسي وهنا يا أحبابي لدينا دب فوق الطاولة والدب الآخر كذلك فوق الكرسي هذه الصورة لنتعرف على مفهوم تحت وفوق معاً ماذا يوجد فوق الطاولة؟ يوجد بنت أحسنتم وماذا يوجد تحت الطاولة؟ يوجد ولد ممتاز البنت فوق الطاولة والولد تحت الطاولة وهنا يا أحبابي ماذا يوجد لدينا؟ لدينا تفاحة جميلة أين توجد؟ تحت الطاولة والتفاحة الأخرى توجد فوق الطاولة ممتاز وهنا يا أحبابي لدينا فأر جميل يوجد فوق الكرسي والآخر أين يوجد؟ إنه هنا تحت الكرسي ممتاز يا أطفالي ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة؟ يوجد لدينا قرد فوق الشجر والآخر تحت الشجر أعيد معي قرد فوق الشجر وقرد تحت الشجر أحسنتم يا أبطالي في هذه الصورة لدينا دب أين يوجد؟ فوق الطاولة أحسنتم يا أحبابي لننتبه جيداً ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد كلب فوق الطاولة وقط تحت الطاولة كلب فوق الطاولة وقطة تحت الطاولة ممتاز يا أبطالي أين توجد القبعة؟ أين توجد القبعة يا أطفال؟ القبعة فوق الحذاء ممتاز توجد القبعة فوق الحذاء أحسنتم وهنا يا ترى أين توجد القبعة؟ يا ترى أين هي القبعة؟ توجد القبعة تحت الطائرة أحسنتم القبعة تحت الطائرة ممتاز يا أحبابي ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ماذا يوجد؟ يوجد قطة أين هي القطة؟ فوق الطاولة أحسنتم القطة فوق الطاولة أحسنتم في هذه الصورة لدينا كلب جميل يوجد تحت الكرسي والكلب الآخر يوجد أين يوجد؟ فوق الكرسي أحسنتم هنا يا أبطالي لدينا كرة تحت الكرسي والكرة الأخرى فوق الكرسي وهنا كذلك لدينا قطة جميلة توجد تحت الكرسي والأخرى توجد فوق الكرسي يا أحبابي ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نلاحظ معاً يوجد طفل أين هو؟ تحت السرير الطفل تحت السرير أحسنتم وهنا يا أبطالي لدينا كتاب فوق الخط الأحمر وتفاحة تحت الخط الأحمر نعيد كتاب فوق الخط الأحمر وتفاحة تحت الخط الأحمر أين يوجد هذا الكلب الجميل يا ترى؟ أين يوجد؟ أحسنتم الكلب يوجد تحت الكرسي وهنا أين توجد هذه البنت الجميلة؟ أين توجد؟ فوق الطاولة ممتاز ماذا نلاحظ في هذه الصورة يا أبطالي؟ هناك كتاب وقلم فوق الطاولة وماذا يوجد تحت الطاولة؟ يوجد طفل ممتاز في هذه الصورة لدينا مزهرية ولدينا تفاحة فوق الطاولة وماذا ترى؟ ما يوجد تحت الطاولة؟ ماذا يوجد؟ البنت تحت الطاولة والمزهرية والتفاحة فوق الطاولة يا أحبابي ماذا يوجد في هذه الصورة يا ترى؟ ماذا يوجد؟ لدينا طفل أين هو الطفل؟ إنه نائم فوق الطاولة طفل نائم فوق الطاولة والكلب؟ أين هو الكلب؟ أحسنتم الكلب يوجد تحت الطاولة ممتاز يا أطفالي لنقم بتلوين الدجاجة التي توجد فوق المنزل باللون الأحمر والدجاجة التي توجد تحت المنزل باللون الأصفر لنبدأ ممتاز لقد تحصلنا على دجاجة الحمراء فوق المنزل ودجاجة صفراء تحت المنزل أنتم أذكياء في هذه الصورة يا أطفالي لنلون معا ما هو تحت المطارية ماذا يوجد تحت المطارية يا ترى؟ لنقم بتلوينها ممتاز يوجد تحت المطارية صوص جميل لونه أصفر يا أطفالي ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة؟ يوجد لدينا طفل يلعب بالكرة نلو نونا معا ما يوجد تحت الولد ثم نرسم قبعة فوق رأس الولد أحسنتم أحسنتم أنتم ممتازون لقد تحصلنا على عشب أخضر تحت الولد وقبعة حمراء فوق رأس الولد ممتاز وهنا يا أطفالي لنضع دائرة حول الفراخ التي تقع أسفل الدجاجة ومربع حول الفراخ التي تقع فوقها هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ أحسنتم لقد تحصلنا على سيصان فوق الدجاجة داخل المربع والسيصان الأخرى تحت الدجاجة داخل الدائرة أحسنتم يا أطفالي ماذا يوجد في هذه الصورة؟ لدينا زهرة جميلة وما لونها؟ حمراء أحسنتم لنرسم إذن فراشة فوق الزهرة لنرسم معا فراشة فوق الزهرة ممتاز يوجد فراشة فوق الزهرة أحسنتم وهنا يا أطفالي لنلون الفراشة التي تقف فوق الزهرة فراشة تقف فوق الزهرة لنلونها معا ممتاز لقد تحصلنا على فراشة صفراء جميلة فوق الزهرة شكرا يا أطفالي وإلى اللقاء أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم جيدا بهذه الحصة وتعرفتم على مفهوم فوق وتحت أحسنتم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر